يسود الهدوء الحذر بعد زيارة مستشار الأمن القومي قاسم الأعراجي إلى أربيل عقبى تصريحات نارية بين المركز والإقليم المناخ السياسي والتحديات الأمنية نتابعها مع مرسل الرابع في أربيل أبو طالب أبو الحيح لقاء لافت بعد توتر في التصريحات بين الحكومة الاتحادية وأقليم كردستان العراق على خلفية الاستهدافات الأمنية التي حدثت في مناطق مختلفة من أربيل زيارة مستشار الأمن الوطني قاسم الأعراجي لرئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وضعت على طاولة المحللين تكهنات عدة شخصية أمنية كبيرة تزور سيد مسعود بارزاني في هذه الظروف تصور خطوة بالاتجاه الصحيحة وخطوة لعدم تطور الأزمة وعدم تحول الموضوع الرئيسي وهو الاستهداف إلى سجالات إعلامية بين الطرفين السيد قاسم الأعراجي أكيد حمل رسالة من السيد السوداني باعتبار أن هناك قرار حكومي اتحادي بتشكيل هيئة مشتركة أنا تصور أن الهيئة ستكون على مستوى عالي جدا وحسب معلوماتي أن الهيئة المشتركة ستكون برئاسة سيد الأعراجي من خلال الحكومة الاتحادية والسيد ريب الرحمن وزير داخل حكومة الإقليم كونستان مكتب الأعراجي الذي وضح أن قوة الإقليم تعني مصلحة سيادية للعراق بعيد اللقاء قابله تصريح صحفي نشر على الموقع الألكتروني الخاصة ببرزاني أكد ضرورة وضع حد للتهديدات الأمنية التي تتواتر في حدوثها من خارج حدود الإقليم هناك أطراف عديدة تتداخل فيما بينها وتتصارع فيما بينها وبالتالي أيضا هناك تأثير الإقليمي الواضح في الشأن العراقي على بغداد أن تقوم بواجباتها القانونية والدستورية تجاه هذه الاستهدافات عملية استهداف المصالح الأجنبية المصالح الأمريكية بما يسمى بالمقاومة فيها رسائل أخرى أعتقد لكن التحول الخطير إلى ضرب البيش مالكو في موقع حساس أمني وسياسي بالتأكيد أثر كثيرا على أو أحرج الحكومة الاتحادية أسئلة عدة تخص مصير المسيرات القادمة باتجاه أهداف حيوية في مفط أربيل حول أهدافها وظروفها إن كانت سياسية داخلية أم ميدانية تتأثر بالمستجدات العسكرية في المنطقة هل يحتاج العراق إلى تفاهمات سياسية حقيقية حول مصير القوات الأجنبية على أراضيه أم تبقى قوة السلاح هي الفصل في ظل تعقيدات فكرية وجيوسياسية لا تقتصر على العراق فقط إنما تشمل كامل المنطقة من أربيل أبو طالب البحية الرابعة